ونبقى مع قرارات الدولة فيما تعلق بدعم القطعين الصناعي والزراعي وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عباس أشنوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة دكتور عباس بعد التحية ما هو تأثير القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء فيما يتعلق بدعم المحاصيل الزراعية على دعم هذا القطاع الاستراتيجي ما فيه زي هذا العام والعام المنصرين فيه سراعات دولية ما بين روسيا أوكرانيا طائرات مناخية فيه تطرف فيه المناخ طائرات ديئية كبيرة بتأثر على الانتاج الزراعي وكانت توجهات فحامة الرئيس على فتاح السيسي الاهتمام بانتاج الزراعي في الدولة المطرية سواء بالتوسع الرئيسي أو بالتوسع الأفقي وإحنا لاحظنا ذلك تلياً للتوسع الأفقي زي ما شوفناها في منطقة التوشكة ومنطقة سلدلتة الجديدة بفضل الله سبحانه وتعالى تم وضع سعر استرشادي ألف بنيه لأرداب الأمح قبل زراعة نوسم الأمح بأكتر من سبعين يوم مع نهاية شهر الثمانية والنهاردة بنسمع خبر جميل جداً زي ما وعد فحامة الرئيس على فتاح السيسي أنه يكون فيه نظرة أيضاً لتغير الأسعار العالمية بالنسبة للمحصول الأمح بالفعل تم الإعلان اليوم عن إضافة 250 جنيه إضافية فوق الألف تجد بوقت سعر الأرداب بالأمح إن شاء الله من المتوقع استلامه ألف 250 جنيه للأرداب الواحد من الأمح هذا العام وأنا شايف أن فيه بوقتي زي ما يقوله التناغم مدين الحكومة وقراراتها مع الإنتاج الزراعي بما يحقق الهدف المنشود منه اللي هو تشجيع الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية وأيضاً تشجيع المزارع المصري على توريد الأمح كسلعة استراتيجية للدولة المصرية الذي يعود إليه في صورة رغيف خبز مدعم بأقل الأسعار بتقريباً واحدة على عشرة من ثمنه اللي هو بيكون بالتوريد دي للدولة وأنا شايف إن شاء الله رب العالمين دي يكون مشجع كبير جداً لتوريد هذه الأقمح ويتزل الدولة على طول راعية وناظرة إلى الإنتاج الزراعي وخاصة محصول إنقام وإن شاء الله سيكون فيه تواصل مستمر ما بين التسعير والإنتاج وهذه العامة للتوريد الأقمح إن شاء الله إن شاء الله طب دكتور عباس واحد مايو القاضي إن شاء الله إن شاء الله ماذا عن التوجهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح أسيسي فيما يتعلق بضرورة مراجعة أسعار المقاصير الاستراتيجية مع وضع سعر محفز بالفعل بالفعل دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإضافة إلى طبعاً التوجهات الخاصة والتفعيل والتنفيذ من معال وزير الزراعة الساد القصير دي إنجاز المهام على الأرض دي التوسعات الأفقية والتوسعات الرئاسية والاهتمام دي التوسعات الفنية لي زيادة الإنتاج والاستخدام التقاوى المنطقة الذي أثر عليها معالي وزير الزراعة الساد القصير منذ توليه عقبة وزابة الزراعة باستخدام السياسة التنفيذ والاهتمام بتوجيه الأصلاف التي تعقص أعلى إنتاجها منوعة المساعة في المناطق المختلفة بالدولة المصرية حيث أن مركز البحوث الزراعية لديها الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى العديد من أصناف الأطماح والمحاصيل الأخرى العديدة سواء أرز أو قصد أو قزرة تواكب تماماً التغيرات المناخية والمدرة المياهية أو مقصة المياه في الدولة المصرية وبفضل الله سبحانه وتعالى لم نجد أي تأثير من هذه التغيرات على الأصناف وإنتاجيتها وديه الدليل على أن إن شاء الله فيه اهتمام بليغ بسياسة أصنفية داخل الدولة المصرية وعلى رأسها طبعاً محصول القرح أشكراً جزيلاً شكر الدكتور عباس أشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة